السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالبات الأعزاء طلاب الصف الرابع الأساسي من مدارس قرطاج الدولية أنا معلمتكم بيان غنين معلمة التربية الإسلامية سوف نبدأ اليوم بتلاوة وشرح آيات من سورة الغاشية ولكن قبل أن نبدأ بقراءتها نود أن نتعرف الموضوع الرئيسي الذي تتحدث عنه الصورة فالصورة هنا تتحدث عن اليوم الآخر وهو يوم القيامة وجزاء كل من المؤمنين والكافرين بداية أطلب من طلاب الأعزاء فتح الكتاب صفحة 44 هيا أسرع سوف نستمع الآن إلى تلاوة القارئ الرجاء الانتباه جيدا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من طريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق الله العظيم الآن سوف نبدأ بشرح الآيات وبيان بعض المعاني الواردة فيها بدأ الله عز وجل بقوله هل أتاك حديث الغاشية هنا يتساءل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تعرف عن يوم القيامة فالغاشية هنا قصد بها يوم القيامة إذ الناس سوف ينقسمون إلى قسمين منهم السعداء وهم أهل الجنة ومنهم الأشقياء وهم أهل النار وجوه يومئذ خاشعة خاشعة أي ذليلة لما فيها من العذاب عاملة ناصبة ما معنى ناصبة من يخبرني أحسنتم أي متعبة فيكونون شديدين التعب من شدة العذاب تصلى نارا حامية تدخل تلك الوجوه النار الحارة شديدة الحرارة تسقى من عين آنية ما معنى عين آنية ما هو شراب أهل النار إذن؟ أحسنتم الماء شديدة الحرارة ليس لهم طعام إلا من ضريع وما هو الضريع؟ أحسنتم هو الشوك المر شديد المرارة الطعم غير المستساغ لا يسمن ولا يغني من جوع أي لا يسمن آكله ولا يسد جوعه أبدا سوف نتحدث الآن عن القسم الثاني وهم أهل الجنة ما هو ثوابهم وكيف يعيشون في الجنة؟ وجوه يومئذ ناعمة ما معنى ناعمة؟ أي فرحة من شدة النعيم لسعيها راضية تعيشون في راحة تامة في جنة عالية وهذه الجنة ليست عالية فقط في المكان بل من المكانة لا تسمع فيها لاغية واللاغية هنا الكلام الباطل وكثرة الكلام لا نسمعه أبدا في الجنة فيها عين جارية يوجد بها العيون التي تجري فيها سرر مرفوعة أي أسر عالية المكانة وأكواب موضوعة مليئة بالأكواب المهيئة للشرب كل ما نشتهي ونمارق مصفوفة ما معنى نمارق مصفوفة؟ أحسنتم هي الوسائد التي يتكئ عليها نتكئ عليها بجانب بعضها بعضا وزرابي مبثوثة ما معنى زرابي؟ وهي البسط الفاخرة إذن هنا عرضت الآيات الكريمة مشهدين من مشاهد يوم القيامة فالأول يتحدث عن الكافرين وجزائهم والآخر يتحدث عن المؤمنين وثوابهم إذن ما هو جزاء الكافرين؟ وما هو ثواب؟ المؤمنين جزاء الكافرين وجوههم ذليلة لما هم فيه من التعب بينما المؤمنين وجوههم فرحة لما فيها من نعيم الكافرين يكونون في تعب دائم ولا يجدون طعم الراحة بل المؤمنين يكونون في راحة تامة شراب الكافرين الماء الحار وطعامهم الضريع وقلنا الضريع هو الشوك المر بينما شراب المؤمنين ألذ أنواع الشراب وطعامهم ألذ أنواع الطعام يجلسون على فراش فاخر لا يسمعون إلا أطيب الكلام إذن أنا أحرص دائما على فعل الطاعات لأفوز برضى الله تعالى وبذلك أفوز بالجنة ونعيم الجنة وبهذا أكون قد أنهيت تلاوة وشرح الآيات سوف نبدأ الآن بحل أسئلة أختبر معلوماتي نفتح الكتاب صفحة 47 بداية سوف أقوم بقراءة الأسئلة وبعد ذلك سوف تقومون أنتم بحلها ومن ثم أقوم بمساعدتكم في حل الأسئلة السؤال الأول أختار العبارات المناسبة مما يأتي وأضعها في صندوق ثواب المؤمنين الشوك المر هل هو من ثواب المؤمنين الطعام اللذيذ هل هو من ثواب المؤمنين السماع الكلام الطيب هل هو من ثواب المؤمنين إذا كان كذلك فلتنقله إلى الجدوال الماء المغلي هل هو من ثواب المؤمنين أحسنتم السؤال الثاني أكون من الكلمات الآتية المشهدين الرئيسيين في الآية الرئيسين في الآيات الكافرين المؤمنين وجزاء ثواب هيا قموا بترتيبها السؤال الثالث ألون الآيات التي تتحدث عن الجنة وأهلها فيما يأتي تصلى نارا حامية هل تتحدث عن الجنة إلا من تولى وكفر إنا إلينا إيابهم لسعيها راضية ونمارق مصفوفة لا يسمن ولا يغني من جوع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا تسمع فيها لاغية فذكر إنما أنت مذكر تسقى من عين آنية في جنة عالية فيها سرر مرفوعة أحسنتم الآن سوف أقوم بمساعدتكم في الإجابة عن الأسئلة السؤال الأول سوف نختار ثواب المؤمنين من بين هذه العبارات أحسنتم الطعام اللذيذ سماع الكلام الطيب سوف نكون من الكلمات الآتية المشهدين الرئيسيين في الآيات ثواب المؤمنين وجزاء الكافرين أحسنتم ألون الآيات التي تتحدث عن الجنة وأهلها عفوا لسعيها راضية ونمارق مصفوفة لا تسمع فيها لاغية تسقى من عين آنية في جنة عالية فيها سرر مرفوعة أحسنتم أما الواجب الموكل إليكم هو حفظ الآيات جيدا وعن غيب وفي الختام أقول دمتم بصحة وعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة